موسيقى اهلا بكم في نشرة الاخبار الرئيسية من قناة بلقيس والبداية بابرز العناوين غارات لطائرات التحالف على مواقع للميليشيا في محافظة البيضاء ضربات جوية تستهدف تجمعا لمسلح تنظيم القاعدة في مدينة الحوطة بمحافظة لحج ولا حصلنا اي مجال للكهرباء حتى تيجي الحديدة بلا كهرباء منذ مئتي يوم وسكان المحافظة يلجأون للطاقة البديلة شن طيران التحالف تسرة غارات على مواقع وآليات الميليشيا في مناطق متفرقة من محافظة البيضاء وقال مصدر في المقاومة الشعبية ان التحالف قصف مواقع للميليشيا في منطقة الوهبية بمديرية السوادية كما شن غارتين على مواقع في جبل رابضة وسيلة الجراح في قيفة بمديرية ولد ربيع وشن التحالف غارة اخرى استهدفت عربة للميليشيا بمفرق عديد بين مديريتي الطفة والملاجم على الطريق الرابطي بين البيضاء وشبوة اعلنت قيادة قوات التحالف ابراما صفقة تبادل للأسرى مع ميليشيا الحوثي في اطار التهديئة على الحدود اليمنية السعودية وقالت قيادة التحالف انها تسلمت تسع عسكريين سعوديين مقابل تسليم 109 من عناصر ميليشيا الحوثي خطوة اخرى خارج السياق او على الاقل خارج السياق المعلن السعودية والحوثيون في طريقهما لانجاز صفقة تحقق اهداف كل منهما بعد حرب طويلة لم ينتصر فيها احد اتوقف الحوثيون عن مناوأة للسعودية وعن كونهم اداة ايرانية في خاصرة المملكة مقابل ايقاف الحرب وابقى الحوثيين جماعة فاعلة في المشهد السياسي اليمني هذا السيناريو هو المتوقع حدوثه على ضوء تسارع الاهداث على ضفته الحدود بين الجانبين الخطوة الاخيرة التي تمثلت بتبادل ما يقارب 9 اسرى من الجنود السعوديين مقابل اكثر من 100 من الحوثيين كانت اكثر من مجرد تبادل للاسرى وبتعبير المتحدث باسم مليشي الحوثي فان العملية عززت بوادر التفاهم بين جماعته والسعودية على طريق نؤكد الكثير من المراقبين انه سيقود الى تسوية بدأت ملامحها تتضيح اكثر فاكثر مليشي الحوثي التي تحتجز ما يقارب العشرة الاف من اليمنيين بدون تهمة سوى انه من مؤيدي ما تسميه الجماعة عدوانا سعوديا قامت اخيرا باطلاق سراح جنود ذلك العدوان فيما يبقى الالاف من اليمنيين ينتظرون في سجونها متمنين ان يكونوا جنودا حقيقيين لذلك العدوان كي يتم اطلاق سراحهم ولا تزال الجماعة تعطي دروسا يومية لخصومها في كيفية الدفاع عن الكرامة واستيادة الوطنية ولكن بطريقتها الخاصة التي لا يفهمها احد سوها وبعيدا عن حقيقة ان مدفعية الشرعية اصبحت على مشارف العاصمة الصنعاء فان مسارا اخر للصفقات قد فتح اخيرا وفازت به الميليشيا التي تسببت بكل هذا الخراب فيما تبقى السلطة الشرعية غائبة عن المشهد تماما هذا وتتواصل المواجهات بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع في مدينة ميدي يتابع لمحافظة حجة وسط تقدم لقوات الجيش وتأمين المناطق المحررة الوضع الميداني في جبهتي حرض وميدي مشتعل والمعارك التي بدأت منذ يومين تسير بوتيرة عالية دفع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالمئات من مقاتليهم كتعزيزات الى الخطوط الامامية فخاضوا معارك عنيفة مع الميليشيا سقط على اثرها قتلى وجرحى من الطرفين لكن مصادر تحدثت عن مصرع قيادات ميدانية بارزة في جماعة الحوثي المتمردة حضور الجيش في هذه الجبهات لا يقتصر فقط على تأمين المناطق التي تقدمت القوات فيها بل ايضا يواصل تمشيط محيط المزارع الشهيرة النسيمي في المنطقة بعد سيطرتهم عليها ونزع الالغام والتوجيه بادارة المعارك باقتدار يرتفع وزن معركة تحرير حجة في حسابات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في ميزان الربح فقط في سير الحرب الدائرة في الشريط الساحلي كون المعركة هنا تأخذ اهميتها من موقع المحافظة الاستراتيجي فهي واحدة من المحافظات اليمنية المحاذية للمملكة العربية السعودية بينما داخليا ترتبط مباشرة مع محافظة الحديدة ومحافظة صعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوث المتمردة ومعنا من جبهة ميدي نائب رئيس الدائرة الإعلامية لمنطقة العسكرية الخامسة الرائد بندر المهدي سيد بندر أهلا بك معنا في هذه النشرة بداية ما الذي يعيق الجيش الوطني من السيطرة بالكامل على مديرية ميدي والمناطق المجاورة لها أهلا وسهلا بكم جميعا أهلا وسهلا حيامك ممكن تأيضا فسأله سمحتها كنت تسألتك ما الذي يعيق الجيش الوطني من السيطرة على مديرية ميدي والمناطق المجاورة لها بشكل كامل أهلا وسهلا بكم وحقيقة الجيش الوطني يحكم السيطرة تماما على مدينة ميدي وكذلك على مدينة حرب إلا أن هناك العديد من الجيوب التي يحكم بها الإنقلابيون وميليشياتهم والخط الذي الواصل بين مدينة ميدي ومدينة حرب وهو الخط الأوحق في مدينة ميدي كان بالأمس تحت نيران رجال الجيش الوطني واليوم تمكنها رجال الجيش الوطني من السيطرة عليه تماما نعم سيد بندر أكثر من مرة تحدثتم عن السيطرة بشكل كامل على مدينة ميدي وما جاورها لكن سرعان ما تعود الميليشيا لتصرح بأنها عادت من جديد ما هي الأسباب التي تجعلكم تتقدمون ثم تتراجعون في هذه المناطق أخي الكريم أستطيع أن أقول لك أنه لا تراجع إطراقا اليوم هناك تقدم واضح لأبناء الجيش الوطني وهم يستبسلون ويسطرون أربع البطولات وقد أخذوا على عاتقهم عهدا أن يطهروا كل شبه في وطن الغالي من هذه العصابة الإنقرابية التي خطفت الشعب وخطفت شرعيته وكد لك أن هناك تقدم في مختلف المحاور إلا أن وجود الألغام سبب كبير لبطء هذا استقدم نعم سيد بندر بخصوص خطوتكم القادمة بعد ميدي وأيضا هل ستستمر المعارك بنفس الوطيرة التي انطلقت اليومين الأخيرين أخي الكريم أستطيع أن أؤكد لك أن المعارك مستمرة وبنفس البوة وبنفس الهم عالية ومعنويات أبناء الجيش الوطني كبيرة جدا وهم اليوم في ميدي وحرض وعيونهم على الحديدة وعيونهم على صنعاء نعم حجم التعزيزات سيد بندر التي تصلكم وأيضا المساندة لكم وللجيش الوطني في منطقة ميدي عن طريق البحر هناك أنباء تحدثت بأن هناك بعض المشاركة من قوات التحالف العربي عن طريق البحر لتوجه نحو الحديدة ما صحة الأنباء وأيضا الدعم الذي يصلكم إلى هناك الدعم كبير وواسع وشامل من قوات التحالف سيما الدعم الجوي والمدفعي حيث شاركه مباشر ومستمر مع أبناء الجيش الوطني أشكرك جزيل الشكر نائب الدائرة الإعلامية في المنطقة العسكرية الخامسة الرائد بندر المهدي كنت معنا عبر الهاتف من ميدي وفي تعز أفاد الناطق باسم المجلس العسكري العقيد منصور الحساني أن منتسب الجيش الوطني في المحافظة بلا رواتب منذ ستة أشهر وطالب الحساني قيادة الجيش الوطني بتسليم المستحقات المالية لقوات الجيش في محافظة تعز اسوة بالقوات العسكرية في مأرب والجوف وعدن والضالع إلى ذلك ذكرت مصادر محلية في تعز أن ميليشي الحوثي والمخلوع قصفت حي ثعبات الواقع شرقي المدينة وقالت المصادر أن الميليشي المتمركزة في تبتي سفتل وجعشة بالسلال قصفت الحي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى ذلك دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية المسنودة بالجيش الوطني وبين ميليشي الحوثي والمخلوع في حي الكمب والدعوة والزهراء إثراء هجوم للميليشيا على مواقع المقاومة محفظة حسن ضحية جديدة لعملية قنص برصاص ميليشي الحوثي المتمركزة في جبل القشع في مديرية القبيطة بريف محافظة تعز المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي من هذه الجبال المطلة على قرى الأعبوس وبعض مناطق القبيطة استهدف قنصة الجماعة الانقلابية المدنيين في هذه الطرقات خصوصا النساء فالميليشيات التي وصلت إلى هذه المرتفعات وحولتها إلى مصدر للموت ليكونوا بذلك مشقة إضافية على حالة السكان المتردية في ظل الحرب السيدة محفظة حسن قد لا تكون آخر الضحايا لكنها الشهيدة الثانية خلال أقل من شهرين بعد قنص رحم هائل في منطقة ظبي أعبوس هنا الشهيدة محفظة أختي صابت بالرصاص وكانت مروح من هناك من العرس وصابت بالرصاص من جبل القشع هنا في قرية ثيلة شرقية مديرية القبيضة كانت محفظة حسن عائدة في طريقها إلى البيت حيث شاركت جيرانها فرحة أحد أبنائهم فباغتتها رصاصة قناص فارقت على إثرها الحياة هنا في أعلى جبل القشع شمال شرقي المديرية حيث تتمركز قناصة الميليشية الذين استطاعوا تحويل أعراس المنطقة إلى قصة موت معلن لواحدة من سكان هذه القرية بل وأكثرهن محبة للخير أعلنت المقاومة الشعبية في محافظة تعز السيلاءها على 45 صاروخ كاتيوشا واستهداف مدفع وإحراق عربة تابعة الميليشية الحوثي والمخلوع وقالت المقاومة في بيان لها إن معارك ضارية اندلعت قرب شارع الخمسين فيما قامت الميليشية بتفجير جسر في الشارع ذاته لمنع تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة نظم عدد من الشباب مبادرة لتقديم العون لجرح المقاومة الشعبية في مدرية الشمايتين بمحافظة تعز المبادرة نفذت الحملة تحت شعار بسمة جريح لإعانة الجرحة وتوفير الواجبات الغذائية واحتياجاتهم العينية هنا في مديرية الشمايتين يعمل الشباب في عدة مبادرات وأنشطة إنسانية لكنهم هذه المرة اجتمعوا في بسمة جريح بدعم وتمويل من فاعلي الخير إيمانا منهم بعظم التضحيات التي قدمها هؤلاء الأبطال في معركة الدفاع عن الوطن ضد ميليشيات الإنقلاب معنا مبادرة اسمينها بمبادرة شباب الشمايتين حملت بسمة جريح هدفنا الرئيسي والوحيد هو إعانة الجرحة بمآسيهم وتوفير لهم الوقبة الغذائية وتوفير احتياجاتهم من مأكل ومشرب وملباس وعلاقات كل المبتمع فخور بكم وبتضحياتكم القسينة رسالة أراد إيصال هؤلاء الشباب للقرحة كما أنها رسالة لحكومة الشرعية كفا تقاهلا لقرحة الجيش الوطني والمقامة الشعبية في تعيز نشكر القائمات على هذه المبادرة التي تخص الوقبات للقرحة قدم رسالتي وطلبي في أنهم لا ينسون أبناء تعيز لأن أبناء تعيزهم أكبر تضحية تعيزها الآن هي أكبر من تدفع الثمن فأرجو منهم أن يقدمون وأن يساعدون وأن يوقفون إلى جانب من يوقف معنا في هذه الأيام تعبير بسيط لزرع الابتسامة في وجوه القرحة يقدمها الشباب بوقبة الغذاء هذه في مستشفى الشيخ خليفة العام بالتربة يرقد الكثير من القرحة سواء الذين أصيبوا في المواقهات أو بسبب القصف العشوائي الذي طال عددا من المديريات أو بألغام الموت الميليشيوية جميعهم تستهدفهم نبادرة بسمة قريح فواز الحمادي قناة بلقيس تعيز إلى محافظة إب حيث لقي خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم في هجوم شنته المقاومة الشعبية على دورية لهم وقال المركز الإعلامي للمقاومة إن الهجوم استهدف الدورية بالقرب من سوق القرعي شمالية مدينة يريم ويأتي الهجوم بعد يوم واحد من استهداف تعزيزات لميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة بيت هديان بسمارة أثناء تقدمها باتجاه مدينة تاز شن الطائرات يعتقد أنها للتحالف العربي غارات جوية استهدفت تجمعا لمسلحين من تنظيم القاعدة في محافظة لحج وقال مراسل قناة بلقيس إن الغارات استهدفت منزلا في منطقة الصمصام غربية مدينة الحوطة عاصمة المحافظة وتصاعدت أعمدة الدخان من موقع الغارات في حين لم تتوفر أي معلومات عن وقوع قتلى أو جرحة قال محافظ الجوف اللواء حسين العجي العواضي إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فرضت سيطرتها على مديرية المتون في المحافظة بعد معارك عنيفة وأضاف أن الميليشيا لم تنسحب من المديرية بل دحرت منها مشيرا إلى أن بعض جيوب الميليشيا لازالت متحصنة في المناطق الأهلة بالسكان ولفت العجي لأن قوات الحكومة في محافظة الجوف باتت على بعد ثلاثة كيلومترات من حدود محافظة صنعاء عبر مديرية المصلوب التي يسيطر عليها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بحث الرئيس عبدربو منصورهادي مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماتيو تولر مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية في مقر إقامته المؤقتة بالرياض وبحسب وكالة سبأ الرسمية فقد تطرق اللقاء إلى ما تقوم به الميليشيا من استهداف المدنيين وحصار مدينة تعز ومنع وصول المساعدات الإغاثية والدوائية إلى السكان وبحث الجانبان إسهام الولايات المتحدة في إعادة إعمار ما خلفته الميليشيا وسبل التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهام إلى ذلك قال الرئيس عبدربو منصورهادي إنه تم تشكيل فريق حكومي للنزول إلى محافظة مأرب لتلمس هموم المواطنين واحتياجاتهم في مختلف المجالات جاء ذلك خلال لقاء الرئيس هادي بمحافظ محافظة مأرب سلطان العرادة الذي أطلعه على سير العمليات العسكرية وأوضاع المحافظة في مختلف المجالات زار نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح عددا من النقاط الأمنية والمرافق العسكرية في مدينة عدن وبحسب وكالة سبأ الرسمية فقد اطلع بحاح على حجم أضرار التفجيرات الانتحارية التي لحقت ببعض المواقع وراح ضحيتها 22 شخصا في المدينة وقال بحاح إن كل المحاولات الإرهابية لن تثني الحكومة ومؤسسات الدولة عن مواصلة المضي نحو بناء البلاد لأكثر من مئة يوم يعيش سكان الحديدة بلا كهرباء مع اقتراب فصل الصيف معاناة دفعت أبناء هذه المحافظة لمحاولة توفير وسائل بديلة لمواجهة حرارة الجو المرتفعة أسلاك متشابكة ومهملة تغيب الخطورة عنها هي موجودة نعم لكنها خالية من سريان التيار الكهرباء فيها مدينة الحديدة وسكانها يعيشون منذ ما يزد عن مئتي يوم دون كهرباء على عتبة الصيف تتشابك احتياجات المواطنين في المحافظة الساحلية وتتعقد ترتفع معدلات الحرارة فيها إلى حد لا يطاق لتبقى الحاجة للكهرباء أكثر ما يؤرق أبناء هذه المدينة الساخنة المواطنون لا يقفون عاجزين بل يحاولون بشتى الطرق توفير بدائلة تبدو مكلفة أحيانا لكن الحاجة هنا تصبح أما للاختراع أشغل المولدات التي أصبحت الآن متوافرة بكثرة في محافظات الحديدة وفي الحواري التي يقوم بها الأهالي كتعاون فيما بينهم وحلول بديلة عن الوضع الراهي الذي نعاني من انقطاع الكهرباء أما الفقراء فهم يرجعون للأرصفة بحثا عن الهواء المجاني الذي يستطيعون الحصول عليه دون عناء فجميع البدائل على ما يبدو ليست قادرة على مجابهة اشتعالات الصيف التي لا ترحم خاصة إذا كان هذا الصيف في مدينة زاحلية كالحديدة قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة باليمن جيمي ماك جولدريك إن نحو 113 يمنيا يموتون يوميا جراء نقص المواد الطبية والمساعدات الإنسانية وأضف جولدريك أن قرابة 19 مليون يمني لا يحصلون حاليا على مياه صالحة لشرب وهو ما زاد الوضع سوءا منذ بدء النزاع في اليمن ودفع بعدد كبير من الأطباء إلى العمل تطوعا الوضع الإنساني في اليمن الملف الأكثر حضورا لدى المنظمات الدولية فمنذ سقوط الدولة بيد الميليشيا والوضع الإنساني يحتضر أكثر من أي وقت مضى نهيك عن تدهور الحياة المدنية ووصولها إلى أدنى المستويات لتشكل بذلك معدلات خيالية لدى بيانات الأمم المتحدة وغيرها الأمراض وسوء التغذية وتعطيل فرص كسب العيش وتراجع معدلات الأمن الغذائي وصعوبة الوصول إلى الماء الصالح للشرب هي المعضلة الأولى التي كان يعاني منها المجتمع اليمني قبل الحرب فكيف سيكون الوضع بعد الحرب نفسها؟ لذا لم يكن غريبا تصريح منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن الذي أكد أن نحو 113 يمنيا يموتون يوميا جراء نقص المواد الطبية والمساعدات الإنسانية مضيفا في ذات التصريح أن قرابة 19 مليون يمني لا يحصلون حاليا على مياه صالحة للشرب وسبق هذا التصريح تحذير منظمة أوكسفامي لغاثية التي قالت إن الحرب في اليمن تجعل ثلثي سكان البلاد أمام خطر عدم الحصول على مياه نظيفة وهو ما ينذر بكارثة صحية كبيرة وبين كل هذه التصريحات والتحذيرات يظل المدنيون أكثر الخاسرون في المعادلة والأكثر دفعا لفاتورة الحرب المفروضة عليهم نفذت بعثة الهلال الأحمر القطرية الحملة الثانية لتوزيع الأدوية والمسلزمات الطبية على مستشفيات مدينة تعز وبحسب البعثة فإن الحملة تستهدف ثلاثة آلاف جريح في مستشفيات الثورة والروضة والكرامة والهلال في إطار مشروع دعم المستشفيات لشهرين متتاليين وأوضح رئيس البعثة المهندس أحمد الشراجي أن المشروع يهدف إلى توفير ثمانمائة سطوانة من الأكسجين وتوفير خمسة عشر ألف لتر من الديزل للمستشفيات في المدينة قالت مؤسسة الأياد النقية في ولاية نيويورك إنها جمعت وبالتعاون مع اللجنة اليمنية الأمريكية للإغاثة أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف دولار لصالح الأهالي المتضررين في مدينة تعز وأكدت المؤسسة أنها تهدف من خلال أنشطتها الخيرية إلى جمع نصف مليون دولار لتوفير العديد من خزانات المياه وسلات الغذاء لتساعد في رفع الحصار عن المدنيين الأكسجين تكفي ثلاثين مريضاً وعيد الماء يكفي ألف شخص نعطيه لهم أعلنت ميليشيا الحوثي أنها ستفصل ثمانية وثلاثين صحفياً من وكالة سبأ الرسمية الخاضعة لسيطرتها معتبرةً إياهم منقطعين عن العمل وهاربين خارج الوطن وطالبت الميليشيا في إعلان نشرته صحيفة الثورة الموظفين المذكورين بالعودة إلى ممارسة أعمالهم خلال مدة أقصاها شهر من تأريخ نشر الإعلان يذكر أن الموظفين المذكورين غادروا العاصمة صنعاء بعد سيطرة الميليشيا عليها واقتحامها للمكاتب الإعلامية والصحف ومصادرة حرية الرأي وحملة اعتقالات واعتداءات طالت كثيراً من الصحفيين والإعلاميين سقطرة سالم عبدالله سقطري إلى التعاون وبدل الجهود في دعم المشاريع الزراعية في المحافظة وأكد السقطري ضرورة دعم السلطة المحلية لتلبية كافة الطلبات وتدليل الصعوبات حتى تتمكن الجهات المختصة من تدشين المشاريع الزراعية هناك مشاريع معدوه هناك دراسات موجودة للسلطات المحلية من ذلك الوكيل للنعم البيئة لدعم في مشاريع إصاد مياه الأمطار واستفادة منها لدعم برضه في التأهيل والتدريب في المهارات وبناء القدرات في إيجاد مهارات عليه بحيث أن كل أسرة تقدر أن تقوم بنفسها بقهود داتي بقهود حديقة منزلية كيف توجد أنت حديقة منزلة بقهور بيتك وتزرع توجد نعم من الخضار ونعم من الحق وتلبي حاجاتك يعني في إطار البيت هذا الجهود لابد أن تكون لابد الكل يسعى لابد أن يكون يدعم اللي دعوني أدعوكم إليه أنكم تقدموا كل التعاون كل الجهود مع الأخوة في الصندوق مع كافة المنظمات والاستماع إليها بما تطلب ونحن في السلطات محلية تشهد العاصمة صنعاء انتظاء شبه كلي للتيار الكهربائي للشهر التاسع عشر منذ سيطرة الميليشيا على العاصمة صنعاء أواخر عام الفين وأربعة عشر ولمواجهة الغياب المستمر للكهرباء يضطر المواطنون إلى استخدام الطاقة البديلة وشراء الألواح الشمسية كما يقضون أوقاتهم في البحث عن بدائل للغاز المنزلي تدخل العاصمة صنعاء شهرها التاسع عشر بالقليل من الكهرباء وبالكثير من ألواح تجميع الطاقة الشمسية والتي أصبحت تزين سطوح المنازل ولا توفر غير ضوء خافت في المساءات الطويلة ويحاول الأهالي من خلال الألواح الشمسية إعادة الضوء الذي فقدوه بمجرد وصول أولى قوافل المقاتلين من ميليشيا اعترفت مؤخرا بفشل أساليبها في إدارة الخدمات احتياجنا للطاقة الشمسية تقريبا عند حوالي عام بسبب الانقضاع المتواصل للتيارة الكهربائية وعدام المشتركات النفطية وغلاءها في السوق السوداء وتمتلو أسواق المدينة بأنواع مختلفة من الألواح في ظل عدم قدرة شريحة واسعة من اقتنائها والاكتفاء برؤيتها على أسطح الآخرين زاد استهلاكها بشكل كبير وواسع يعني أعتقد حوالي الآن 30% بالذات في المدن وحتى في الأوياف يعني أصبحت تستخدم الطاقة الشمسية ويقولوا مسوقوا هذه التجارة إنهم حريصون على توفير أنواع تتناسب وقدرة الأهالي الضعيفة على الشراء في ظل تراجع وتدني الدخل وغيابه في حالات كثيرة وإلى جوار تجارة الألواح الشمسية عرفت مدينة صنعاء نوعا آخر من السلع الضرورية فبعد غياب واختفاء الغاز المنزلي اضطر السكان إلى العودة إلى الاحتطاب وشراء ما كانوا قد تركوه منذ عقود أعادته إليهم ظروف حرب لا معلومات أكيدة حول انطفائها ولا ملامح لسلام يعيد لهذا المكان صلته بالحاضر نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوين غارة لطائرة التحالف على مواقع للميليشيا في محافظة البيضاء ضربات جوية تستهدف تجمعا لمسلح تنظيم القاعدة في مدينة الحوطة بمحافظة لهج الحديدة بلا كهرباء منذ مئتين يوم وسكان المحافظة يلجأون للطاقة البديلة نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني كما يمكنكم التفاعل مع صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة